السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي في الله إنما كنتم وطبتم وطبا ممشاكم وتبوات من الجنة مقعدة هذه حلقة جديدة من حلقات تدبر القرآن العظيم لازلت مع حضراتكم في الصفحة رقم 31 ومر معنا في الحلقة السابقة مناسك العمر خطوة خطوة وقلت لحضراتكم إن شاء الله في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية سأتكلم مع حضراتكم مناسك الحج خطوة خطوة باختصار وأخليكم تعيشون هذه الأجواء ولكل من لم يذهب إلى الحج حتى يستفيد من هذه المحاضرة ولأنه إحنا في ليش نجيب هذه المناسك لأنه إحنا عدنا الآيات وأتم الحج والعمرة لله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار في الحج تكلمنا على هذه الآية بالتدبر هذه الآية ولكن لازم نعرف مناسك الحج الله تعالى يرضى عنكم يعني ما يصير أنه مر عليها مرور الكرام وحديثي في هذه الحلقة سيكون مقسم إلى ثلاثة عناصر العنصر الأول أركان الحج وواجباته وسنونه عنواء الحج ومناسك الحج خطوة خطوة أولا أركان الحج وركزوا معايا وتقدروا أنه تجيبون دفتر وقلام وتسجلوها عدكم وحتى إذا ما رحتوا أنتم للحج وصل الله أن يكتبها لي ولكم إن شاء الله تعالى يعني يكتب هذه المناسك وأنه نعيشها الله تعالى يبارك فيكم ممكن أنه يعلم غيره اللي يريدون يروحون لأداء فرضة الحج أركان الحج وهي التي لا يصح الحج بدونها أركان الحج وهي التي لا يصح الحج بدونها أما واجبات الحج هي التي إذا لم يفعلها الحاج يكون حجه صحيح لكن يجب عليه أن يذبح ذبيحا سنن الحج هي التي يثاب فاعلها وليس على تاركها شيء تعالوا أحبة الأكارم نشوف ما هي أركان الحج وهي التي لا يصح الحج بدونها أولا الإحرام وهي نية أداء المناسك الركن الأول الركن الثاني الوقوف بعرفة الركن الثالث طواف الإفاضة الركن الرابع السعي بين الصفة والمروة ما هذه أحبتي هذه أركان الحج واجبات الحج وهي التي لو ترك الحج واحدة منها يكون حجه صحيح لكن يكون عليه دم أي أن يذبح ذبيحا في مكة وتوزع على الفقراء سواء ذبحها بنفسه أو وكل غيره أن يذبحها عنه وهذا التوكيل يمكن أن يكون بشراء الصكوك التي تكون موجودة في الحرام وهي على الأغلب يعني أغلب الفقهاء سبعة ما هي؟ واجبات الحج انتبهوا وهي على أغلب الفقهاء سبعة أولا الإحرام من الميقات ثانيا الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس ثالثا المبيت بمزدلفة رابعا رمي الجمار خامسا المبيت في ميناء أيام التشريق سادسا الحلقة أو التقاصير سابعا طواف الوداع سبعة ما هي هذه؟ ما هي يا أمريا؟ أركان ولا واجبات؟ واجبات الله تعالى يرضى عنك يا أمريا ويرضى عنكم جميعا طبعا هي قالت أركان بساني قلت لهم غلطت قلت علي واجبات انتبه همريا ركزي الله يرضى عنه انتبه هم ركزين لما هم ركزين ركزوا هذه واجبات زين السنة وهي التي يثاب فاعلها وليس على تاركها شيء يعني حجه صحيح وليس عليه أن يذبه ذبيها وهي كثيرة مثل المبيت بميناء اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية النوع الثاني شنو هو القسم الآخر أنواع الحج الحج ثلاثة أنواع من النسك اختار الحاج أحدها حج الإفراد يعني تؤدي مناسك الحج وحدها حج القران يعني تؤدي مناسك العمر في أشهر الحج وبعد ذلك تظلف على إحرامك حتى يوم الثامن ذي الحجة فتبدأ في مناسك الحج القران تبقى في إحرامك متى اعتمرت زين من اعتمرت أنت قرنت العمر مع الحج فتبقى في إحرامك إلى يوم ذي ثمانية ذي الحجة التمتع ما هو تؤدي مناسك العمر في أشهر الحج ثم تتحلل من إحرامك وتظل متحللا من الإحرام حتى يوم الثامن من ذي الحجة فتحرم بالحج وتؤدي مناسك الحج في محاضرة يمكن قبل محاضرتين أو ثلاثة حكينا بهذا الموضوع تتذكرون القران التمتع الإفراد تمام الله يبارك فيكم نعم في الآية وأتم الحج والعمرة لله نعم وأتم الحج والعمرة لله والآن زيادة يعني إعادة وفي الإعادة إفادة زين رح أشرح مناسك حج التمتع لأنه المناسب للغالبية ومن خلاله رح نشرح حج الإفراد وحج القران رح أشرح مناسك حج التمتع لأنه المناسب للغالبية ومن خلال هذا الشرح رح أشرح حج الإفراج وحج القرام حج التمتع كما قلت سابقا يعني أن تؤدي مناسك العمرة في أشهر الحج ما هي أشهر العمرة سيتو أشهر الحج ما هي شوال ذو القعدة وحتى يوم تسعى ذي الحج ثم تتحلل من الإحرام لتحرم بالحج مرة أخرى في اليوم الثامن من ذي الحج يعني تبدأ كأنك مسافر إلى رحلة عمرة الخطوة الأولى تذكرون حكينا مناسك العمرة يعني تبدأ كأنك مسافر إلى رحلة عمرة وما نسيتم مناسك العمرة خطوة خطوة الخطوة الأولى هي الإحرام ويسن أن تبدأ بالنظافة وهي قص الشارب وحلق العانى والإبطين وتقليم الأظافر وغسل الإسنان والتسوق والاختسال والتطيوب ثم ارتداء ملابس الإحرام بالنسبة للرجال فقط لأن المرأة ترتدي أي ملابس شرعية أما الرجل فملابس الإحرام رداء وإزار فإذا وصل إلى الميقات وهو المكان المخصص للإحرام وهي خمسة أماكن يسن أن يصلي ركعتين ثم ينوي بقلبه أداء المناسك ودائما أقول النية محلها القلب لكن في العمرة والحاج بالتحديد يستحب التلفظ بالنية جهرة فإذا كان حاجا مفردا يقول لبيك حجا وإن كان قارنا يقول لبيك عمرة وحجا وإن كان متمتعا يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ويبدأ بعد ذلك في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويجتهد في الإكثار من التلبية ويرفع بها صوته بالنسبة للرجال لكن باعتدال كما ذكرته في مناسك العمرة الذكرون لحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خير الحج العج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية باعتدال والثج هو ذبائح الهدي بمجرد الإحرام العج رفع الصوت بالتلبية بالاعتدال ما تصرخ ليها الله يرضى عنك والثج هو ذبائح الهدي بمجرد الإحرام ويمتنع عليك عدة أمور مثل ما قلناها في المناسك العمرة وهو اتيان الزوجة وما يقرب حتى انتبه حتى ما يقرب من كلام ما عرف إيش يعني هذه الأمور الأخذ من الشعار الأخذ من الأظافر التطيب تغطية الرأس لبس المخيط هذه تقريبا حكيناها مناسك العمرة بعد ذلك تتجه إلى مكة وتدخل المسجد الحرام عند دخولك المسجد الحرام استشعر أنك ضيف لله تعالى واستشعر اصطفاء الله عز وجل لك لأنك الآن ضيف الله بعد دخول المسجد تتجه إلى الكعبة لتبدأ بالطواف وتقطع التلبية بمجرد بدء الطواف تبدأ الطواف بأن تقبل الحجر الأسود فإذا لم تستطع فاستلمه بيدك فإذا لم تستطع فتشير إليه بيدك وتكبر تبدأ بعد ذلك في الطواف فتطوف سبعة أشواط تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود ويستحب في هذا الطواف فقط وهو طواف العمر وطواف القدوم بالنسبة للمفرد الاطباع والرمل الاطباع ومعناه في اللغة الإبط يعني تكشف كتفك الأيمن ويكون بأن تضع وسط ردائك تحت ابطك الأيمن وطرف الرداء على كتفك الأيسار كما يستحب في أول ثلاثة أشواط للرجال فقط الرمل وهو الإسراع في المشي قليلا مع تقارب الخطة وقلت هذا للرجال فقط وتركز في عدد الأشواط لأنه الشيطان ممكن لخبطك في العدد فركز الله تعالى يرضى عنك وإذا مررت بالركن اليماني وهو الركن قبل ركن الحجر الأسود تستلمه بيدك ولا تقبله فإذا لم تستطع أن تستلمه بيدك فلا تشير إليه ولا تكبر وإنما تمر به فقط بين الركن اليماني والحجر الأسود يسن أن تدعو بقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا مانع من التزاحم عند الحجر الأسود أو الركن اليماني لكن لا يجوز التدافع يعني قد يكون من الزحمين وواقفين لكن بس ما واحد يدفع الله الله تعالى يرضى عنكم انت رأي تتأدي طاعة لله عز وجل وقرب إلى الله ممكن تدفع واحد تتأذيه في صدره في ظلعه في ظهره فانتبهوا إذا لم تستطع أن تصل إلى الحجر الأسود أو الركن اليماني إلا عن طريق التزاحم لا بأس أنه أنا أقف ممكن أنه شوي شوي يطلع القدامي وأنا أروح يعني بعده وهكذا بس ما تدفعوا وتروحوا وتدخلوا كأنه أنت عملت عملية بطولية أنه دخلت أنت والله أنا عملت وسويت لا تأذي أحد لا تأذي أحد يعني عن طريق التدافع إذا لم تستطع أن تصل إلى الحجر الأسود أو الركن اليماني إلا عن طريق التدافع فلا تقبله ولا تستلمه بيدك وإنما تشير فقط إلى الحجر الأسود مهم أنت أن تنشغل أثناء الطواف بالدعاء وبذكر الله عز وجل وأن لا تؤذي أحدا أثناء الطواف شغل بنفسك أن لا تؤذي أحدا أثناء الطواف مهم جدا أن تغض بصرك أثناء الطواف بعد أن تنتهي من الطواف تسوي الرداء وتضعه على أعلى كتفيك بعد ما كان هو تحت الأبط الأيمن تذكرون وهذا واضح الكتف الأيمن وغطينا الكتف الأيسر الآن راح نخليه على الكتفين زين بعد ما انتهت سبعة أشواط الطواف تتوجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو الصندوق الزجاجي أمام الكعبة وأنت تتلو قول الله تعالى اتخذ من مقام إبراهيم مصلى وتصلي ركعتين خفيفتين عند مقام إبراهيم تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد ولو كان المكان مزدحم وما لقيت مكان خلف المقام تصلي في أي مكان في المسجد ثم بعد ذلك صليت خلصت شوفوا لحد الآن احنا وين احنا كانوا نطبق العمر الله يبارك فيكم اجلس واشرب ماء زمزم ويسن أنت تضلع تمتلع الشكر تشرب حتى تحس أنه أنت حتى أضلعك امتلعك وأنت تنظر إلى الكعبة وتدعو الله سبحانه وتعالى وماء زمزم لما شرب له كما ذكرت في محاضرة مناسك العمر زين تريد أنت تزوج رب العالمين يزوجك تريد أنت تشفى من مرض اذكر وبرب العالمين بإذن الله سيشفيك زين لا تجرب يلا خلي أجرب دربالك لا تتعامل مع الله بالتجربة يقين تام تتوجه بعد ذلك للسعي بين الصفا والمروة فتتوجه أولا إلى جبل الصفا وأنت تتلو قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فتصعد على الصفا وتنظر إلى الكعبة وتنظر إلى الكعبة وتتوجه إلى الكعبة وترفع يديك وتدعو الله عز وجل كلما تريد أن تدعو توجه إلى الكعبة ودعو أكو بعض الناس أكو بعض الناس ماسك الموبايل اليوم ما جايب الموبايل زين ومخلي ظهره للكعبة وواقفه وعيصور ويدعو وأنا الآن أقف في الصفا وكذا ويدعو ومن تظهره للكعبة الأفني زين الله تعالى يرضى عنكم ما رفحنا أيامتي راح نتقي الله عز وجل فإذن تنظر إلى الكعبة وتتوجه إلى الكعبة وترفع يديك وتدعو الله سبحانه وتعالى ثم تتوجه إلى المروة وعندما تصل إلى المروة تنظر إلى الكعبة وتدعو الله عز وجل وهكذا سبعة أشوط والشوط من الصفا إلى المروة والشوط من المروة إلى الصفا يعني تروح شوط وصلت للمروة وبعدين مروة إلى الصفا شوط يعني صار اثنين عرفتم الآن بالنسبة للرجال يهرولون بين العلامتين الخضراوين اللي موجودة في المسعى أما المرأة فلا تفعل واشغل نفسك أثناء السعي بين الصفا والمروة بالذكر والاستغفار والدعاء زين؟ أي أنواع الذكر وأكثرها من كل مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربناتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن ووقنا عذاب النار أي أنواع الذكر تسبح تهليل تكبير الله تعالى يبارك فيكم ينتهي الطواف عند المروة فتحلق شعرك أو تقصره هو معنى الحلق أي بالموس والتقصير يكون بالمقص أو بالماكينة المتعارف عليها والحلق بالموس أفضل بالنسبة للمرأة لا يجوز الحلق الحلق وإنما تأخذ خصلة صغيرة من شعرها قدر عقلة الأصبع هذه عقلة الأصبع أحبتي هذه عقلة الأصبع زين؟ ولكن من الشعر كله يعني تجمع هكذا الشعر وتأخذ من النهايات الشكل بقدر عقلة الأصبع وتمشي عليها واضح؟ هكذا ماذا؟ انتهت مناسك العمر بالنسبة لحج القران بالنسبة لحج القران لا يحلق شعره بعد انتهاء السعي بين الصفا والمروة إنما يظل على إحرامه رح يبقى هو محرم نسيتم؟ التمتع هو ينزع ملابس الإحرام القران رح يبقى في إحرامه يعني بالنسبة لحج القران لا يحلق شعره بعد انتهاء السعي بين الصفا والمروة وإنما يظل على إحرامه حتى تبدأ مناسك الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وبالنسبة لحج الإفراد هو لا يؤدي مناسك العمر لكن عند قدومه إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفى والمروى لكن طواف القدوم سن في حقه وإذا سعى بين الصفى والمروى فلا يسعى بعد طواف الإفاضة وإذا لم يسعى فيسعى بعد طواف الإفاضة هذا بالنسبة لمن؟ للمفرد لحج الإفراد وبعد أداء المناسك ومناسك العمر تظل في مكة متفرغا للعبادة من صلاة وذكر وقراءة قرآن ولا تنسى أن تشتري صك الهدي اللي هي موجودة هناك منافذ الراجح وإذا كان الحج متمتعا تمتع أو قارن حج القرآن وإذا كان الحج إفراد يستحب شراء الصك ولا يجب عليه ويمكن أن تشتري أكثر من صك تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الحج العج والثج الثج هو الإكثار من الهدي وتظل هكذا في عبادة حتى اليوم الثامن من ذي الحجة تبدأ أعمال الحج في ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة أي في حوالي الساعة التاسعة أو العاشرة صباحا فيحرم من المكان الذي هو فيه فلو كان في مكة يحرم من مكة فيتنظف ويغتسل ويتطيب ويرتدي ملابس الإحرام وينوي أداء مناسك الحج بقلبه ويسن التلفظ بالنية والجهر بها ويقول لبيك اللهم حجا وإن كان يحج عن أحد يقول لبيك اللهم حجا عن فلان ويبدأ في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم يتوجه إلى منا قبل صلاة الظهر فيصلي في منا الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا وليس جمعا والصلاة في مسجد هناك اسمه مسجد الخيف بفتح الخاء وسمي الخيف نسبة إلى من حدر عن غل الجبل وارتفع عن مسيل الماء وسكون الياء الخيف وله فضل عظيم يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مسجد الخيف صلى فيه سبعون نبيا منهم موسى ولذلك يطلق عليه مسجد الأنبياء ثم تبيت في منا وأنت في منا تفكر أنك الآن في أول منسك من مناسك الحج فاعلم أن الحجاج ينقسمون إلى مقبولين ومطرودين فليتملك قلبك الخوف من الطرد وعدم القبول والرجاء من الله تعالى بالقبول بعدما أنت جيت إلى هذا المنسك وبعد أن وفقك الله وأديت المناسك فتكون دائما وتدعو الله أن يقبل منك هذا الحج وهذه المناسك وأن لا تكون من المطرودين وأن تفي منا أكثر من الدعاء أن يوفقك الله تعالى في الدعاء هم عرفة وفي جميع مناسك الحج وأن يقبل الله منك حجتك في اليوم التاسع من ذي الحجة تصلي الفجر في ميناء ثم تتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة ويمكث فيها حتى وقت صلاة الظهر فإذا دخل وقت الظهر يخطب الإمام خطبة قصيرة مناسبة للمقام ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم بأذان واحد وإقامتين يعني يؤذن للصلاة ثم يقيم الصلاة ويصلي الظهر ركعتين ثم يقيم الصلاة ويصلي العصر ركعتين ولا يصلي سنة لا قبلية ولا بعدية ويستحب عدم الإطال لا في الخطبة ولا في الصلاة ثم تبدأ في الدعاء والاستغفار والتوبة طوال اليوم إلى غروب الشمس والسنة أن تخفض صوتك بالدعاء يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة استعد لهذا اليوم بالدعاء إذا كنت تنوي أداء الحج في العام القادم إن شاء الله فابدأ في جمع الأدعية التي ستدعو بها في يوم عرفة في هذا اليوم تذلل وانكسر لله تعالى على قدر استطاعتك وادع الله سبحانه وتعالى أن يرزقك هذا الذل وهذا الانكسار وعلى قدر ذلك وانكسارك يكون العطاء من الله تعالى إياك في هذا الموقف أن تتكبر على أحد أو أن تظن أنك أفضل منه كان أحد الصالحين في هذا الموقف يقول ما أطيبهم لولا أني فيهم وقال الآخر اللهم لا ترد الخلق من أجلي لا إله إلا الله وقف مطرف ومصرف وكانا أخوين من الصالحين فقال أحدهما للآخر إن ظننت أن في هذا الموقف أسوأ مني ومنك فقد أخطأت يقول الغزالي تذكر وأنت في عرفة بما ترى من ازدحام الخلق واختلاف اللغات والأجناس وقوف الخلائق للحساب يوم القيامة إذا غربت الشمس لا تصل المغرب في عرفة وإنما تتوجه بعد الغروب بقليل أي نصف ساعة مثلا إلى المزدلفة بسكينة وهدوء وأنت تذكر الله تعالى لأنك ستجد كثير من الناس يتشاجرون فيما بينه وخاصة سائق السيارات والحافلات بسبب الزحام كل ذلك بسبب الشيطان الرجيم والذي يخرج من يوم عرفة وهو في حالة من الغيظ الجنوني يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة ولذلك خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة وهو يشير إلى الصحابة بيديه ويقول أيها الناس السكينة السكينة وكان يشد زمام نقته القصواء حتى لا تسرع في الزحام فإذا وجد مكانا ترك لها الزمام وكأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كيف نقود السيارة في هذا الموقف فإذا وصلت إلى المزدلفة تصلي بها المغرب والعشاء قصرا وجمعة أخير حتى لو وصلت قبل خروج وقت المغرب بأذان واحد وإقامتين يعني تؤذن للصلاة ثم تقيم لصلاة المغرب وتصلي المغرب ثم تقيم لصلاة العشاء فتصلي العشاء ركعتين ولا تصلي سنن قبلية ولا بعدين بعد الصلاة تنام ولا تحيي الليلة حتى فجر اليوم العاشر والذي لا يستطيع أن يبيت في المزدلفة حتى الفجر فينصرف بعد منتصف الليل أي في نصف الوقت من الفجر إلى المغرب ولكن لا تكتفي بالمكوث قدر يسير فانتبه اليوم العاشر من ذي الحجة قال عنه الله سبحانه وتعالى يوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج فيه فنقوم فيه بخمسة أعمال رمي الجمر الكبرى ذبح الهدي الحلق والتقصير أو التقصير طواف الهفاظة السعي بين الصفا والمروة تصلي الفجر ثم تجلس لذكر الله سبحانه وتعالى قال تعالى واذكر الله عند المشعر الحرام حتى اتنور الدنيا حتى يسفر الصبح جدا يعني حتى قبل شروق الشمس فتغادر مزدلفة وتتوجه إلى منا تجمع ماذا؟ سبع حصوات جمرات من المزدلفة أو من منا الحصات بحجم حبة الفول فتقوم برمي الجمر الكبرى فقط سبع حصوات وتكبر مع كل حصاة السنة أن يكون رمي الجمرات في وقت الزوال وهو وقت صلاة الظهر لكن إذا كان هناك زحام شديد ورأيت أنك يمكن أن تؤذي برميك للجمرات أو تتأذى فترمي في غير وقت الزوال ووقت الرمي ممتد من منتصف الليلة السابقة حتى فجر يوم التالي بعد أن ترمي تتوقف عن التلبية وتبدأ بالتكبير بعد أن ترمي تتوقف عن التلبية وتبدأ بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد المفروض أن تقوم بعد ذلك بذبح الهدي لكن أنت اشتريت الصق قبل ذلك فهذا يعني أنك وكلت غيرك في الذبح وهذا جائز عرفت أنه لما قلت لكم تشترون الصق بعد ذلك إنه يصير ازدحام بعدين ما تعرف وين تتوجه فأنت مخلي الصق بجيبك وكلت بغيرك بعد ذلك تقوم بالحلقة أو التقصير وهذا ما يطلق عليه التحلل الأصغر فيحل لك كل شيء إلا إتيان النساء فترتدي ملابسك ثم تتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة سبعة أشواط وتصلي ركعتين بعد الطواف ثم السعي بين الصفى والمروى بالنسبة لحج القران لا يسعى بين الصفى والمروى وكذلك حج الإفراد لا يسعى إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم بالنسبة لحج القران لا يسعى بين الصفى والمروى وكذلك حج الإفراد لا يسعى إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم بعد الطواف السعي يكون قد تحللت التحلل الأكبر بعد ذلك تعود إلى منا للمبيت في اليوم الحادي عشر أول أيام التشريق تجمع إحدى وعشرين حصى من أي مكان من منا تقوم أولا برمي الجمر الصورة سبع حصيات وتكبر مع كل حصى بعد أن تنتهي تستقبل القبلة وتدعو تستقبل الكعبة وتدعو تستقبل الكعبة وتدعو ثم ترمي الجمر الوسطى بسبع حصوات وتكبر مع كل حصى ثم تستقبل القبلة وتدعو ثم ترمي الجمر الكبرى ولا تدعو بعدها وتبيت في منا هذا اليوم اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ثاني أيام التشريق تفعل كما فعلت في اليوم الحادي عشر مع ملاحظة أن تملأ هذه الأيام بالذكر والدعاء وسائر أنواع العبادة وتحرص على الصلاة في مسجد الخيف ثم تبيت في منا كذلك اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ثالث أيام التشريق تفعل نفس الشيء لكن لا تبيت ولكن تنصرف قبل غروب الشمس ويجوز الاكتفاء بالمبيت في منا ورمي الجمر على اليوم الحادي عشر والثاني عشر فقط لكن السنة هي حتى اليوم الثالث عشر البعض يذهب إلى مكة أيام التشريق ثم يعود للمبيت في منا ونقول له أن هذا جائس لكن الأفضل أن تبقى في منا طوال أيام التشريق يعني بعد طواف الإفاضة والسعي تعود إلى منا وتظل بها قبل مغادرة مكة تطوف طواف الوداع وهو كما ذكرت لحضراتكم من واجبات الحج يقول الحسن البصري أن الدعاء مستجاب في مكة في خمسة عشر موضحة أولها جوف الكعبة الدعاء فيها مستجاب والدعاء عند الحجر الأسود مستجاب والدعاء عند الركن اليماني مستجاب والدعاء عند الحجر مستجاب والدعاء خلف المقام مستجاب والدعاء في الملتزم مستجاب والدعاء عند باب بئر زمزم مستجاب والدعاء على الصفا والمروى مستجاب والدعاء بين الصفا والمروى مستجاب والدعاء بين الركن والمقام مستجاب والدعاء بمنا مستجاب والدعاء بعرفات مستجاب والدعاء في المشعر الحرام مستجاب من الأمور التي تحرص عليها في المسجد الحرام هي الصلاة في حجر إسماعيل لأن حجر إسماعيل جزء من الكعبة وهو من أفضل أماكن إجابة الدعاء فاذهب إلى المسجد الحرام قبل الفجر بساعة وقم في هذا الموضع الشريف وصلي قيام الليل واجتهد في الدعاء حتى صلاة الفجر وانظر أعلى رأسك وأعلم أن البيت المعمور في السماء السابعة والملائكة الكرام يطوفون حولها من الأمور التي تحرص عليها الدعاء عند الملتزم والملتزم هو مسافة بين باب الكعبة والحجر الأسود فتضع عليه خدك الأيمان وصدرك وضراعيك وكفيك وهذه صفة الدعاء في هذا المكان وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك أطلق عليه الملتزم لأنك تلتزم الكعبة أي تعتنقها أو تحتضنها وأنت ملتزم الكعبة وكل جسدك ملاصق للكعبة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحرم جسدك على النار ثم تعلق بأستار الكعبة كما يتعلق عبد ذليل بطرف ثوب ملك جليل إياك أن تقع في معصية لأن الطاعة كما هي مضاعفة فالمعصية والسيئات مضاعفة لدرجة أن بعض الصحابة والتابعين كانوا لا يفضلون الإقامة في مكة خوفا من مضاعفة السيئات فيها حيث قال ابن عباس ما لي ولبلد تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف الحسنات وقلت لكم أن عبد الله بن عمر بن العاص كان إذا نزل مكة فإنه يجعل خيمته خارج الحرم ويذهب للصلاة في الحرم فإياك أن تنظر إلى ما حرم الله وإياك أن تغتاب واحفظ لسانك واحفظ عينيك وإياك أن تفقد أعصابك على مشرف الرحلة أو على أحد معك أو زملائك أو على من كان مجاورا لك وأنت تؤدي المناسك كما يحدث كثيرا وعلم أن ذلك كله من ألعاب الشيطان حتى يفسد عليك حجتك أثناء المناسك إذا شعرت بأي مشقة وهذا طبيعي لأن كل تكليف له مشقة استعذب المشقة استمتع بهذه المشقة فأنت تتعب في أجل الملك فاستمتع بهذا التعب واستمتع بهذه المشقة يقول أحد العلماء استعذب المشقة بتنسم أفراح الولادة فألم الولادة من أصعب الآلام التي يمكن أن يمر بها إنسان في حياته لكن بمجرد أن تسمع الأم صراخ وليدها تنسى كل هذه الآلام في لحظة الحج مثل الولادة وانظر إلى التعبير النبوي في الحديث الصحيح الذي نحفظه جميعا من حج لله سبحانه وتعالى فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه واعلم أن الأجر على قدر المشقة وأنت في رحلة الحج أو بعد أن تعود إلى بلدك إياك والشكوى لا تشتكي أبدا من أي شيء لا تعب ولا زحام ولا حر ولا أي شيء فالشكوى تشنيع على حسن الاستضافة كما ذكرت لحضراتكم في مناسك العمرة هل تريدون أو تحبون إذا دخل أحد بيتكم وأنت قد قدمت له الكثير وأعطيت له الكثير الكثير ثم انصرف وقال عنك كلاما سيئا كان البيت مزدحما كان البيت مكتئبا لم أجد فيه كرسي لأجلس عليه الدنيا مكتومة اختنقت وأنا جالس في بيته وظوج ما لما يسمع صاحب البيت أنه أنت حكيت عليه طبعا رح يظوج مع الفارغ في التشبيه والقياس واعلم أن شكواك التي أنت الآن عم تحكيها للناس اللي جو زاروك بعد ما رجعت من مناسك العمر أو الحاجة قد تصرف هؤلاء الناس للذهاب عن أداء مناسك العمر أو الحاجة وكل هذا التعاب وكل هذه المشقة فدير بالكم الله تعالى يرضى عنكم ولا يتكن شكواك تشنيع على حسن الاستضافة طبعا نصيحة كما نصحتها لحضراتكم في مناسك العمر قبل أن تسافر لأداء مناسك العمر أول حاجة أن تكثر من القراءة عن المناسك مناسك الحاج والعمر والاستماع إلى الدروس وأبحث في الانترنت عن أخطاء الحاج أخطاء العمرة وحتى لا ترتكبها ولا تقترفها وتذكر دائما أن أجرك على قدر مشقتك ونفقتك واضح؟ وبهذا أنا انتهيت من مناسك الحاج خطوة خطوة باختصار وسلاسة وبساطة وخليتكم تعيشون هذه الأجواء ماذا لدينا الآن؟ لدينا الآية فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب كانت العرب في الجاهلية إذا فرغوا من أعمال الحاج كانوا يقفون بميناء ويذكر كل واحد منهم محاسن أبيه ويدعو له بالخير وتحول الأمر بمرور الوقت ليس دعاء إلى الأبي بالخير ولكن أصبح اجتماعا يعدد فيه كل واحد مفاخر أبيه فكانوا يجلسون في ميناء حلقا ويفتخرون بمناقب آبائهم فيقول أحدهم كان أبي يطعم الطعام ويقول الآخر كان أبي يحمل الديات كان أبي يضرب بالسيف وكان من عادة العرب التفاخر الذي لا حد له بالآباء والأجداد والأحساب والأنساب كانت العرب يجلسون في ميناء حلقا ويفتخرون بمناقب آبائهم فأمرهم الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن يكفوا عن هذه العادة الذميمة وأن يشغلوا أنفسهم بدلا من ذكر الآباء بذكر الله سبحانه وتعالى يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله إذن نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام أيام التشريق وأمر بكثرة ذكر الله تعالى في هذه الأيام ومن هذا الذكر في أيام التشريق التكبير سواء التكبير بعد الصلوات أو التكبير الغير مرتبط بالصلوات وهو ما يطلع عليه التكبير المطلق إذن لما قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أي كما كنتم تذكرون آباءكم ثم يقول تعالى أو أشد ذكرى يعني بل أشد ذكرى فالله تعالى يستحق أن يذكر أكثر مما كنتم تذكرون به آباءكم ولذلك عندما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فاليوم الثاني من أيام التشريق كان مما قاله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن الآية أمر من الله تعالى بالكف عن هذه العادة الذميمة وهي عادة التفاخر بالآباء في أيام منا وأن يملأ الحاج هذه الأيام بأنواع الذكر والعبادة وسائر أنواع العبادات فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق أولا هذا الدعاء إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن المسلم بعد أن يؤدي المناسك يكون أهلا إلى أن يتضرع إلى الله تعالى فالدعاء بعد أداء الطاعة أرجى للقبول فالدعاء بعد أداء الطاعة أرجى للقبول مثل الدعاء بعد أداء الصلاة المكتوبة مثلا ويبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الناس في دعائهم وتضرعهم إلى الله تعالى فريقا فريق استولى عليه حب الدنيا ومتاعها فأصبح لا يفكر إلا فيها فريق استولى عليه حب الدنيا ومتاعها فأصبح لا يفكر إلا فيها ولا يهتم إلا بها ولذلك فهو يتوجه في دعائه لطلب متاع الدنيا فقط ولا يسأل شيئا من أمور الآخرة فيقول ربنا آتنا في الدنيا يا ربي أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا وأريد كذا وكلها من أمور الدنيا وما له في الآخرة من خلاق الخلاق هو النصيب أي ليس لدعائه أي نصيب من أمور الآخرة فنقول له راقب نفسك في دعائك إذا كان جل دعائك في أمور الدنيا فأنت من أهل الدنيا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا هو الصنف الثاني يقول في دعائه هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تذكرون الآية لما قلت لكم ما بين الركن والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني تكون أحوالنا حسنة في الدنيا الأبدان سليمة النفوس آمنة المعيشة ميسرة وفي الآخرة حسنة يعني المغفرة ودخول الجنة إذن فهو دعاء بالعافية والرزق الحسن في الدنيا ودعاء بالعافية ودخول الجنة في الآخرة كأن الله تعالى يقول صعد حاجاتك إلى الله لأن الإنسان إنما يصعد حاجته من المسؤول على مقدار إمكانيات المسؤول فقد تذهب لشخص تطلب منه دينار مثلا ثم تذهب إلى آخر أغنى منه وتطلب منه عشر دنانير وتذهب إلى آخر وتطلب منه ألف دينار إذن فأنت تطلب على قدر إمكانيات المسؤول فإذا سألت الملك جل جلاله فاطلب على قدر الله عز وجل فاطلب أمور الآخرة الباقية ولا تطلب الأمور الدنيوية الفانية وهذا الدعاء له قصة عن أنس بن مالك أن رجلا من الصحابة دعا فقال اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فأعجله لي في الدنيا فمرض مرضا حتى صار مثل الفرخ المنتوف فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل كنت تدعو بشيء؟ هل كنت تدعو الله بشيء؟ فقال نعم يا رسول الله كنت أدعو وأقول اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله هل يستطيع ذلك أحد أو يطيقه؟ ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يقول أنس فقالها فما لبث سيرا حتى برأ يعني ما لبث وقت حتى برأ مما كان فيه وقال البعض أن الحسن في الدنيا هي العلم والعبادة والعمل الصالح وفهم كتاب الله والآية تحتمل كل هذه المعاني العلم والعبادة والعمل الصالح وفهم كتاب الله لأن كلمة حسنة كما نقول في النحو نكرة فهي تحمل معنى العافية والرزق الحسن في الدنيا وتحمل معنى العمل الصالح والعلم والعبادة في الدنيا وكل هذه تحملها حسنة زين؟ جاءت نكرة وانظر إلى دقة التعبير القرآني في الآية السابقة قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فلم يقل آتنا في الدنيا حسن والآية التالية يقول تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسن لأن الفريق الأول والذي استولى عليه حب الدنيا وكل همه الدنيا لا يبالي أن تأتيه الدنيا من حلال أم من حرام ولذلك قال ربنا آتنا في الدنيا لكن الفريق الثاني حين يطلب الدنيا فإنه لا يطلبها إلا من طريق بعيد عن المعاصي أو ما يغضب الله سبحانه وتعالى ولذلك قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي من الطريق المشروع الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى فهمتم؟ وهنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى قسما ثالثا من الناس وهو الذي يطلب الآخرة فقط ولا يطلب الدنيا لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة إذن صنفان صنف طلب الدنيا وصنف طلب الدنيا والآخرة ولا يوجد صنف ثالث يطلب الآخرة فقط ليش؟ لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من الفقر ويستعيذ من الهم فالدنيا إذا فسدت فقد تفسد الآخرة لأن الدنيا مزرعة الآخرة وهذا الدعاء كما يقول العلماء هو دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن كل نبي له في القرآن العظيم دعوى يدعو بها فآدم عليه السلام كان دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون لنا من الخاسرين ودعى نوح ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبار وهكذا أما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاباً وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاباً لأن هذا من جوامع الدعاء وفي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك ولذلك لا أحب ما يقوم به أغلب الأئمة من الإكثار في الدعاء ويعتبرون أن ذلك يدل على تمكنهم يعني الجوامع بالدعاء واحد يطول ويقصر على أساس أنه هو ما شاء الله يعني متمكن بالدعاء وانظر إلى آنس بن مالي كان جالساً عنده عدد كبير من التابعين فقال له أحدهم إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسكت ثم تحدثوا فقال أحدهم يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله لهم فقال أتريدون أن أشقق لكم الأمور إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد أتاكم الخير كله ولذلك علينا أن نكثر من هذا الدعاء اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أم مريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آنوا أم مريم وأنتم قولوا اللهم آمين لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في الدعاء وقنا عذاب النار مع أن ذلك يندرج تحت حسنة الآخرة السبب أن هذا النوع الثاني من الناس لقوة إيمانه فهو يستصغر حسناته بجانب نعم الله وفضله فيغلب الخوف عنده على الرجاء شوفوا المعنى الجميل الرائع يعني أنه أنت لما قلت وفي الآخرة حسنة خلص لما أنت جاءك في الآخرة حسنة أنت دخلت إلى الجنة بإذن الله عز وجل لكنه زيدت وقنا عذاب النار السبب واسمع وركز والسبب أن هذا النوع الثاني من الناس لقوة إيمانه فهو يستصغر حسناته بجانب نعم الله وفضله فيغلب الخوف عنده على الرجاء أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله السري والحسان الفريق الأول بين الله تعالى حكمه في قوله تعالى وما له في الآخرة من خلاء وهنا يبين الله تعالى حكم الفريق الثاني ماذا؟ الذين يطلبون سعادة الدارين فيقول تعالى أولئك يعني هؤلاء الفريق الثاني لهم نصيب مما كسبوا يعني لهم ثواب عظيم جزاء أعمالهم الصالحة والله سريع وحساب وذلك يوم القيامة لأن الله تعالى لا يحتاج إلى عدل ولا يحتاج إلى تذكر وتأمل وإعمال فكر وقد ورد أن الله تعالى يحاسب الخلايا كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا وورد في قدر فواق الناقة يعني الفترة بين الحلبتين يعني حوالي ساعة ولا ساعتين وورد بمقدار لمحة البصر ولذلك سئل أمير المؤمنين علي بن بي طالب رضي الله عنه وأرضاه كيف يحاسب الله الخلائق جميعا في لحظة واحدة فقال كما يرزقهم في ساعة واحدة انتهت الصفحة آسف للإطالة لكنه أقول في آخر الصفحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته